الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية وأرب الرئيس السيسي عن تمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح لنيلي شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واكتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير بكل حيادية وتجرد لانتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن أيضا قاش الرئيس السيسي الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار المفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلي في إطار التنمية الشاملة أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله أن استضافة الرياض ثلاث قمم خلال زيارة الرئيس السينية شي جين بينج للمملكة تؤكد العزم المشترك على تعزيز العلاقات المتميزة واعتبر وزير الخارجية السعودية أن دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود للرئيس الصيني تؤكد على عزم السعودية والصين على تعزيز العمل المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين بما يحقق المزيد من النمو والازدهار للشعوب والدول دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والمكلفة باستعدة الأموال المنهوبة إلى عدم التفريط في أموال الشعب التونسي مع تحقيق هذا الهدف خلال ستة أشهر وعقب أداء أعضاء اللجنة اليمينة في قصر قرتاج أكد سعيد أن اللجنة مطالبة باسترجاع نحو أربعة مليارات ومئتي مليون دولار إلى الشعب التونسي مؤكدا أن الصلحة لا يكون إلا مع الشعب التونسي قال المستشار الألماني أولوف شولتس أن خطر استخدام الرئيس الروسي فلادمير بوتين للأسلحة النووية في أوكرانيا تضاءل استجابة للضغط الدولي وفي تصريحات إعلامية بمناسبة مرور عامه الأول على توليه المنصب أضف شولتس أن الحرب ماضية بوحشية ثابتة لكن شيئا واحدا تغير في الوقت الحالي وهو أن روسيا توقفت عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية في رد فعل على وضع المجتمع الدولي خطا أحمر أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن روسيا الاتحادية هي الضامن الحقيقي الوحيد لأحدة أوكرانيا ضمن حدودها الحالية وخلال اجتماع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان قال فوتين أن الغرب تجهل المصالح المشروعة لسكان دونباس وروسيا أيضا مشيرا إلى أن القومين البولنديين يحلمون بالاستلاء على الغرب الأوكراني الذي حصلت عليه أوكرانيا نتيجة لقرارات ساكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية هزى زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر أقل ما جاوى الغربية بإندونيسيا وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ أنه لا تجد تحذيرات من أمواج المد البحري العتية تسونامي وأضافت وكالة الأرصاد أن السكان شعروا بهزات في العاصمة جاكارتا والمناطق المحيطة بها أدت نائبة الرئيس السابق لبيرو دينا لوبراتي اليمين دستورية كرئيس مؤقت للبلاد بعد إقالة الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه وتزاعدت الأزمة السياسية في بيرو بين الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمنية لينتهي الأمر بعزل كاستيلو من منصبه قبل أن تعتقله الشرطة هذا وقد صوت البرلمان على عزل كاستيلو بتهمة العجز الأخلاقي بأغلبية واحد مائة وواحد نائب من أصل مائة وثلاثين في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر لتعلن الشرطة البروفية بعد ذلك اعتقال كاستيلو الذي وصفته بلقب الرئيس السابق مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل